أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات وتكثيف وطيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة شرب الشيخ ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة حيث تم تأكيد على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرب الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك المملكة البحرينية المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن زيارة ضيف مصر الكريم معه المملكة البحرين تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع السيد الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوه ومودة وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية فضلا عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحبى باهتمام البلدين ترجمة نانسي قنقر